أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية تلبيئة استمرار الحالة المطرية على منطقة عسير حيث أشارت الهيئة في تنبيه متقدم على محافظة النماص استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح النشطة مثيرة الأتربة الغبار والتي تحد من مدى الرؤية الوفقية هذا وقد هطلت اليوم أمطار على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضوحيها والمحافظات التابعة لها ونبهت إمارة منطقة عسير عموم المواطنين والمقيمين وسائقية سيارات توخي الحيطة والحذر بسبب تغيرات الطقس وهطول الأمطار وأهب الدفاع المدني بضرورة اتباع الرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر